من رعام كامل منذ كان علي الدواني يعمل إلى جوار مزارعي البن ويقدم لهم خبراته التي تعلمها في مجال الاهتمام بالشجرة التي رعاها اليمنيون منذ مئة السنين وصدروا انتاجها إلى مختلف الأنحاء عشرين مهندس من مختلف القطاعات من مختلف المناطق التي يزرع فيها البن أردنا بذلك كانت توجهنا لذلك لنشر ثقافة انتاج البن بالطريقة السليمة بالممارسات السليمة في جميع أرجاء اليمن لكنه الآن غير قادر على الوصول إلى المناطق التي كانت تنفذ فيها العديد من مشاريع تطوير زراعة مهددة لقد تحولت أكثر المناطق الحاضنة لزراعة البن إلى أماكن انتظار لنتائج ما يحدث في البلاد وطالت المعارك عددا من تلك المناطق أهمها جبال طالق التابعة للمسراخ والتي تحولت شعابها إلى خطرة بفعل اقتراب المواجهات منها ولم يعد الأهالي يفكرون بالحفاظ على أشجار البن التي يصل تعتادها في المنطقة التابعة لمحافظة التعز إلى ثلاثين ألف شجرة فبالكاد يحافظون على حياتهم وعلى أكتافهم من أن تحمل ما يصبح رائشا أثناء الحروب ولا يحيق الخطر بطالق وحدها بل يذهب إلى مختلف المناطق التي تزرع البن وتعجز عن ريه بالماء بعد انعدام المشتقات النفطية كما تعجز عن تصديره ويخشى خبراء زراعة البن من أن يؤدي طول أمد الحرب إلى توقف زراعته وانشغال العاملين بالذهاب بعيدا عن ما اهتموا به سابقا كما يخشون أكثر أن ينسى العالم مذاق القهوة اليمنية التي توقفت عن الحضور إلى جوار أصناف الآخرين وصناعاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة